السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيكم فيديو جديد معنا عبدالغفيص. ومعنا اليوم جهاز ألعاب ولابتوب من أفضل وأجمل اللابتوبات التي استخدمتها في 2021. ومن ناحية قوة المواصفات وكذلك التصميم المناسب. ومعنا بعض المزايا الجميلة التي تعطيك تجربة استخدام وتجربة لعب أفضل. Asus ROG Zephros M16. دعونا نتعرف عليه في هذا الفيديو. موسيقى أهلا من جديد ومثل ما شفت هذا هو الوحش الجديد من Asus ROG M16. أقدم لك استعراض ومراجعة لتجربتي مع اللابتوب. قبل أن تكمل الفيديو، يجب أن تشترك بالغناء لو كنت غير مشترك. وتفعل جرس التنبيهات وتنشر هذا الفيديو الكل من تعتقد أنه بفيدة. دعونا نرى هذا الوحش الجميل. إذا نتحدث عن التصميم، فاللابتوب من الأجهزة التي حتى مع كونها مخصصة للألعاب، ولكن تصميمها جيد وجميل جميل، وكذلك الجهاز أنيق، لذلك تستخدمها بالمكتب في مكان عام لا تشعر تصميمها أو شكلها مزعج. حجم إنسيابي، فالشاشة هي 16 إنش، ولكن تقريبا على جسم لابتوب 15 إنش، وكاميرا ارجعت في هذا الموديل وموجودة في أعلى الشاشة، وهو تصميم الماتريكس ديزاين، النقط الموجودة على الغلاف، وباختلاف زاوية الرؤية تعطيك شكل جمالي وانعكاس جميل. الوزن هنا هو 1.9 كيلو جرام، يعني نتكلم عن 2 كيلو تقريبا ووزن مقبول على حجم الجهاز، كذلك السمك 19.9 ميلي. أيضا من ناحية المنافذ، لديك أغلب المنافذ التي تحتاجها، نتكلم عن منفذين Type-C 1 يدعم Thunderbolt 4، والأثنين كلهم يدعم PD 3.0، وكذلك DisplayPort 1.4 أو 1.4، أيضا منفذين USB 3.2، ومدخل الذاكرة كذلك منفذ 3.5 للصوت، ومنفذ HDMI 2.0، وكذلك منفذ Ethernet للشبكة. الشاشة من أهم المزايا في هذا الجهاز، وهي أول شاشة بالعالم، 16 إنش بدقة Quad HD مع الـ 160 هيرتز، أول شاشة تكون الحواف نحيفة بهذا الشكل، فهي تستحوذ على 94% من جسم الجهاز. نسبة العرض للارتفاع، أيضا أحد المزايا هي 16 على 10، كذلك الألوان DCI-P3 100% والأدو بي RGB 86% تجربة الألوان ممتازة، وكذلك شعور المشاهدة فيها جميل، وتستفيد من ناحية الألوان من ناحية التصاميم، ليس فقط الألعاب، وكذلك أثناء الألعاب والسطوع، أشوفها أيضا جيدة، طبعا السطوع نتكلم عن 446 نتز، ومن ناحية الألوان، لا أستغربت الجودة أبدا، لأنها حصل على شهادة أو اعتماد Pantone validated. وبما أن نتكلم عن الشاشة، فالصوت دائما مرتبط بالتجربة مع الشاشة، فهنا لديك 6 سماعات موجودة في اللابتوب، وتعطيك تجربة صوت جميلة جدا، تواجد السماعات في هذا المكان، وتعطيك نقاوة للصوت، وكذلك صفاوة، لا تسبب لك مشاكل عندما تكون السماعات في الأسفل، وينكتم الصوت عندما تضعها على الطاولة، طبعا السماعات تدعم لك الدولبي أتموس، الصوت المحيطي، وكذلك المايك الثلاثي، ويستخدم الذكاء الاصطناعي، حتى يقدم لك الغال الضوضاء، لو كان فيه إزعاج حولك، ومن خلال التجربة، لا أشوف فيه أي مشاكل، ومن ناحية الصوت، ومن ناحية المايك، الأمور كلها تمام. دعنا نصل إلى المواصفات من أهم المزايا أو أهم الأمور الموجودة في هذا اللابتوب، لديك هنا وحش فعلاً، تريد الألعاب، تريد الشغل الثقية للمنتاج، التصميم يعطيك أداء رهيب، وهو مع معالج Intel G11، فهنا لدي نسخة i9 11900H مع كارت الجرافيكس المنفصل، وهو GeForce RTX 3070 بسعة 8 جيجا بايت، أيضاً الرام 32 جيجا بايت، DDR4، والتخزين لديك 2T SSD، وهي M.2 NVMe، فنتكلم عن سرعة قراءة وكتابة عالية، أيضاً من ناحية الاستخدام العادي، لو نتكلم عن فتح تطبيقات، سرعة التشغيل، كلها أشوفها جيدة، والاستجابة سريعة جداً، طيب، من ناحية الشغل الثقيل، أو عندما ضغطت على الجهاز بالأداء، جربت After Effects منتاج المقاطع 4K وهي Adobe Premiere، فحبت أيضاً أن أضغط عليه بشيء غير الألعاب، فقاعد أشوف أن كل التطبيقات تعمل بنفس الوقت، والأداء كان رهيب حتى مع الضغط، أيضاً من ناحية الألعاب، قدمت لي تجربة ممتازة جداً على أعلى دقة، وهو الحرارة، عندما تضغط على الجهاز بالأداء، أو تعمل الألعاب على أعلى دقة، سيكون هناك حرارة واضحة، هل هي مزعجة جداً؟ لا، لكن ملحوظة، كذلك، صوت المراوح سيكون مزعج قليلاً مع الضغط، سيصل إلى 56 ديسبل، لكن سيضع الاستخدام العادي بدون ضغط، والشغل الثقيل للصوت حادي جداً، طبعاً، لو ترى هنا تصميم اللابتوب، لو تلاحظ عندما تفتح الشاشة، يرتفع الجهاز من الأسفل، حتى يعطيك تبريد أفضل وتهوية للمراوح، طريقة أيضاً تأثرت مع الضغط والحرارة، فانزلت بشكل كبير بشيء طبيعي، أكيد، دعني أقول لك، اللابتوب بما أنه مخصص للألعاب والشغل الثقيل، لا أعتقد أن هناك شخص يستخدمه وقت طويل بدون الشاحن، لكن بدون الشاحن، البطارية لا ستكمل معك كثيراً، من خلال تجربتي نتكلم عن ثلاث ساعات أو أقل بوضع الألعاب، ويقوم بتصفح أميلات والأمور هذه، فتقريباً جلس معي ست ساعات ونصف بدون أشبكة بالشاحن، ويضع هذه النقطة، طبعاً الشاحن بقوة 240 واط، تستخدم أيضاً شاحن البي دي، شاحن اللابتوب، يمكن أن تستخدم شاحن تايب سي بقوة 100 واط، أو حتى جربت شاحن الماك، 86 واط، وهو شاحن بشكل ممتاز، لكن كان بطيء قليلاً، الكيبورد أو لوحة المفاتيح، جميلة من ناحية الاستجابة والضغط على الأحرف، وهي فيها إضاءة الارجي بي خلفية بثلاثة مستويات، ومع مجموعة من التأثيرات، كذلك، التجربة التجربة فيه ممتازة، والحساسية للماوس عالية، أخيراً كتجربة لابتوب زيفروس M16، أرى ممتاز جداً جميل من ناحية التصميم والأداء، خاصة في مجال أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب، ومع شاشة 16 على 10، وتجربة الصوت، كرت الشاشة المعالج، وتوفر الآن بسعر 13.994 ريال، ما يعادل 3733 دولار تقريباً، وأضع لك في الفيديو رابط الشراء، ومزيد من المعلومات لو كنت محتم، أيضاً تحصل فيه رابط من Asus، إذا شرعت الجهاز، وذكرت لي تجربتك معه، أو أنك قيمت الجهاز من خلال تعليق، تقيم التجربة، ممكن تحصل على ضمان لمدة سنتين شامل الكسر، أو قسيمة 200 ريال، تشتري فيها اكسسوارات في عرض جميل للشخص اللي ناوي فعلاً يشتري الجهاز، وأضع لك الرابط لو كنت محتم، كالعادة شاركني رأيك بالتعليقات، لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفك في فيديو جاية، والسلام عليكم، اشتركوا في القناة